زين جيل الأغنية السبعينية الكل يتفق أنه هو هذا جيل الفترة الذهبية للأغنية العراقية إذا نقدر نقول لكن كلكم تشتركون بشيء واحد أنه تم إقصائكم تقريبا من الساحة الفنية خلق نقول نهاية الاثمانينات بداية التسعينات وفوق بسبب تلفزيون الشباب إشتركوا بسبب تلفزيون الشباب فاليوم الله يرحمه فيصر الياسري كان مدير تلفزيون جمهورية العراق رحت له وأنا عندي نوع من الاقتحام يعني عندي جموح لا يطاق لمن ينوخذ حقي فطبيت لقيت له أنت أستاذ عفوا أنت مو مدير التلفزيون ليش ما تطلعوا بنياتنا شنو إحنا صهاينة شنو دخلاء ليش قلت السريح كذا من الشيء الآن بكل محاولة يهدئني ما هدئت قلت له ما فك يا غم أنك ما لا فك يا أخي منك لا تحكيها نعم فالطيني شنو السبب أغنياتنا نحن ذولي أنا وياس خضير وفؤس سالي سعدون جابر كلكم كان ما ينعرض لكم أي لا سعدون أشور طلع بره و بدر يثبت أقدامه نعم بلبنان و شاطر سعدون أشطر من عندي و من ياس بس ياس أنا برأي برأي أنا وياس حتش يثبتتها بلقاء صحفي قبمتي لا لا ينافزون أحد أوه فعلا لهم فعلا لهم كان ضيفنا ببداية البرنامج كان ضيفنا ببداية البرنامج أستاذ ياس خضر بالمناسبة أي أم أكمل فآخر شيء قالوا وعلي أنت عمامك أستاذ الأميال وحنا أنا ياسري بالمشخاب عمامك يمنى وأنا أمي ميالية يقل لي منعدكم قال منها المنطلق وما تلحد بيناتني راح أقل لك كون الموضوع أنا مخنوك خنيك أوامر من الأستاذ عدي أنتم وطلعون طبعا في سبيل يدعم جيل الأغنية التسعينية يعني جيل التسعينية لا هو الشباب اللي إجوا ورانا مثلا الحاتم العراقي وأحمد نعمة كل جيل التسعينية أي فقالهم ذول هذول الأفندية أبعدوهم ما كونوا يلغون فعلا النسيانة فعلا النسيانة لكن ضليتوا خالدين بأغانيكم يمكن يعني أغاني ذاك زمن ضلت خالدة أغانيكم عيشتكم جيب الذهب ضم وينما كان بورا ألف سنة تلقي ذهب لا ما يقرب